ورجعنا لكم تاني ونكمل كلامنا في فقرة بتهم كل الستات والبنات والفقرة عن التجميل وعن العناية بالبشرة هيكون ضفتنا الأستاذة الهام الزياني خبيرة التجميل والعناية بالبشرة أهلا بيك أهلا وسهلا منورة برنامج هاشتاج مرسي يا فن أنا أخليكي قللنا يا فندم بقى إيه أحدث تقنيات لشد البشرة بدون جراح أنا هتكلم النهاردة على تقنيتين أول تقنية اللي هي الهايفو ودي بتاعتمد على الألترا ساونت المكسف بتعمل على ثلاث طبقات في الجلد بتعمل على شد البشرة بطريقة أمنة جدا من غير ما تسبب أي أضرار على البشرة وفي نفس الوقت ما بنحتاجش تخدير ما نحتاجش أن يبقى فيه بعيدة خالص عن التخدير خالص خالص ما بقاش محتاجين فيها كمان فترة نقاها ممكن اللي بيعمل يعني الحالة نفسها لما تعمل استيشن نفسها ممكن تمارس حياتها الطبيعية عادي ما بيحصلش أي أضرار على البشرة لا خالص ممكن تطلع من العيادة على طول على شغلها ما فيش أي مشكلة دي أول تقنية ودي بتعمل على شد البشرة بالنسبة للفيس وبالنسبة للرقبة وكمان بالنسبة للناس اللي بتحب تعمل ليفتينج للبادي بالنسبة للجسم نفسه تمام أنا عارض برضو صور اللي كلم حضرتك ده بيوضحك بالصور اللي حدك قلتيه ممكن حدك تعلاقي برضو على الصور هو ده الجهاز الهايفو بالنسبة للشد البشرة بنشتغل على الجفون اللي بتبقى نازلة اللي تحت كمان على منطقة اللغض بالنسبة للناس اللي عندهم اللي هي الدبل شينك بالنسبة للناس اللي بتحب تعمل كنتور للفك بتاع الخد نفسه والفك بتاع الفك الأسفل عشان تعمل كنتور ويبقى بشكل الجلد مشدود جدا دي كويسة جدا وبالنسبة للبادي بنشتغل على منطقة الباطن على الأرداف على الفخدين هو الجهاز ده بيشتغل فيس وباضي في نفس الوقت وفيه تكنيك تاني اللي هو المايكرو نيد الأر اف ده بيعمل بتقنية الإبر الإبر دي عبارة عن إبر دقيقة جدا مطلية دهب وفي نفس الوقت بيطلع معاها راديو فيركونسي اللي هي الترددات راديوية بتعمل على إصلاح الجلد بنشتغل بها على البشرة اللي فيها أثر حب الشباب بنشتغل على البشرة اللي فيها مثلا حفر أو متعرضت لعملية أو ندبات من حدثة أو 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 بتعمل على شد البشرة على إنتاج الكولاجين والإيلستين طبيعيا من غير ما تسبب أي أدى بالنسبة الناس اللي بتحب تعمل نظارة وكمان التجاعيد اللي هي الفاين لاين والرينكلز ده كلام حضيك رجعني لسؤال بس مهم جالي دلوقتي يعني هل الموضوع ده بتتعمل وبعد فترة بيحتاج الكليم تيعمل تاني؟ بيختلف من كلايت الكلايت يعني أنا الأول بشخص الحالة قبل ما بنبتدي أي نوع علاج لازم نشخص الحالة الأول نشوف هي هتحتاج إيه بالزبط بعديها بنفكر كم سيشن هناخد عشان ناخد النتيجة الكويسة بالنسبة للهايفو من أول جلسة بناخد نتيجة كويسة الفرق أن الجلسات ما تبقاش متتالية يعني مرة كل أسبوع أو حاجة زي كده لا هي بتاخد فترة طويلة ليه؟ لأنه هو عملية الإصلاح بتاعت الجلد بتاخد فترة بتبتدي تظهر النتيجة من أول يوم إلى تاني يوم نتيجة بتبقى ظهرة كنظارة ووضع وبعد كده بتبتدي موضوع الشد أعلى وأعلى لغاية ما بنوصل النتيجة اللي احنا عايزينها بالنسبة للسيشن هنحتاج كم سيشن مثلا على حسب العمر يعني الناس اللي بتلقى الحاجة تسمعها هايفو من عمر 30 سنة فما فوق يعني مش أقل من كده بالنسبة للعدد الجلسات نفسها بتفرق من شخص لشخص زي ما قلنا كلما مشاكل عالية كلما زودنا نسبة الجلسات تبقى أعلى شوية تمام طيب كلمينا برضو على أحدث الأجهزة للتنظيف البشرة والوجب بالنسبة للأجهزة التنظيف البشرة احنا عندنا ممكن نعرض كمان أو المطلوبة في مصر تحديدا يعني عشان نفيد المشاهدين اللي دلوقتي نزلت مصر وعملة ضجة جدا في كل مراكز تجميل وفي العيادات اللي هو جهاز الفاشيال وكمان جهاز هيدرافاشيال دي أحدى التقنيات للعناية بالبشرة وتنظيف البشرة بعمق برضو ما بتحتاجش أي تدخل جراحي كلها حاجات تطحية بتتعامل على البشرة مع مجموعة برودكت أنا أرد برضو الصورة بالنسبة للأجهزة الهيدرافاشيال هي دي الأجهزة بتاعة الفاشيال والهيدرافاشيال بتعمل حاجات كتير قوي في البشرة زي ما قلنا نضارة توريد خدود توريد شفايف بطريقة أمنة جدا وطريقة طبيعية ما بتحتاجش أي فترة خالص أمنة جدا ما فيهاش أي أصار جانبية غير كده مش بالضروري يكون عندي مشكلة عشان أعمل تنظيف بشرة مش بالضروري يكون عندي حب شباب أو يكون عندي تجاعد أو بيجمينتيشن إحنا كأي إنسان عادي محتاج تنظيف بشرة محتاج يعمل سيشن مثلا أقل حاجة مرة في الشهر عشان يعمل تجديد للخلايا يعمل تجديد للبشرة يحافظ على رونق بشرته ونفسها يعني هذيك بترشحك كده للناس ناعدة تهتم ببشرتها ضروري ضروري مفوض يعمل جلسة أي بنا هذا مفوضيا هو أي حد وزي ما قلنا إن كانت ذكور أو إنات يعني وأي فئاتهم لا خالص بالنسبة لكل الفئات العمرية من أول سن البلوغ ليه لأنه بنحدد الفترة دي بالنسبة للفترة الطفولة بتكون البشرة نظرة وكويسة أول ما بيحصل تغيرات هرمونية بتلاقي الشاب أو البنوتة بتديت حب شباب إفرازات دهنية كل الكلام ده أنا ما استناش لغاية ما المشكلة تتفاقم معي أنا محتاجة أتخلص من المشكلة من الأول قبل ما ألاقي في حب شباب كتير ألاقي بلاك هيدز كتير قوي في البشرة ألاقي بيجمينتيشن ألاقي مشاكل كتير قوي بتحصل في الفترة دي لأنا من الأحسن من أول ما نبتدي نشوف أي أعراض بتديت تظهر على البشرة نلتاج أو المركز تجميل أو عياد الدكتور ونشوف إيه اللازم اللي إحنا نقوم به طب حضركت تنصحي إيه أفضل منتج لإستخدام اليوم مثلا تستهب بالنسبة للمنتجات لإستخدام اليومي أي حد لازم يبقى عنده روتين يومي الروتين اليومي ده بيتعلق بالنظافة للبشرة الروتين اليومي بيتكون مجموعة حاجات على حسب برضو الفئة معنا برضو صور على الهواء يعني حضركت كملي دي آخر حاجة هنتكلم فيها إن شاء الله ده مش بالنسبة للبرودكت دي حاجة تانية اللي هي ديما بلانينك نتكلم على البرودكت الأول اللي ممكن أي بنوطة ممكن تستخدمه في المنزل عشان تحافظ على بشرتها بالنسبة للمنتجات كلين سينك نحن نرجع لسودي في السؤال الجاي إن شاء الله بالنسبة للبرودكت مثلا إحنا بنتكلم على المنتجات اللي هي خاصة بالعناية اليومية بنحتاج دايما كلينسينج اللي هو غسول يومي بنحتاج تونر بنحتاج كريم نهار كريم ليل واقي شمس وطبعا هنيجي نتكلم على فايدة الواقي الشمس هو نوع البشرة بفرق مع حضرتك أكيد طبعا يعني دايما بنحدد البرودكت على حسب نوع البشرة البشرة الدهنية غير البشرة الجفة غير البشرة مختلطة غير ناس عندها مشاكل زائد نوع بشرتها يعني في ناس بتخلط ما بين الأمرين اللي هي مشكلة بتفتكرها هي نوع بشرة لا هي المشكلة حاجة ونوع بشرة حاجة تانية استخدمت حاجة مع نوع بشرة يعني نوع بشرتها دهني مثلا إن استخدمت حاجة البشرة الجفة ده فمن نتيجة مش هتكون مطلوبة أكيد طبعا فلازم ناخد البرودكت نفسه ناخده خاص بنوع البشرة وبعد كده بندخل على موضوع العلاجات دي بنخصصها على كل مشكلة بنضيفها على الروتين اليوم تمام اتكلمت حضرتك دلوقتي بالنسبة للواقي الشمسي فبرضو اشرح لنا ده مفيد للبشرة بالنسبة للواقي الشمس واقي الشمس دلوقتي أنا في الصيف كمان بالزلطة أكيد آه فضروري ضروري ضروري من واقي الشمس لأي حد ليه لأنه ستات و ركالة أكيد طبعا هو بيقم الأشعة للشمس الضرة كمان بيمنع موضوع سرطان الجلد بيمنع بيعمل بيعمل زي حاجز ضد أي بكتيريا أو أتربة احنا بنخرج عشان نروح شغلينا عشان نروح جامعة عشان 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 فلازم نعمل حاجة تعمل لنا بخوتكسيون على البشرة كمان شخص في الصيف يعني خلاص هو بالنسبة للواقي الشمس هو مش واقي شمس فقط هو بيقم من أي حاجة من بكتيريا جاية من الغبار اللي احنا بنلاقيه في الشارع من دخان عربيات من كذا تيجي على البشرة في ناس يستخدمون في المصف بس لا ما ينفعش المفروض يستخدم كمان في المنزل يعني السيدات في المنزل هي بتدخل للمطبخ كمان الإضاءة البيضة دي نيون أو مضرة جدا للبشرة فلازم تستخدمه كمان كاستخدام يومي في البيت بتطبخ بتتعرض لحرارة بتاعة الفرن بتاعة البخار من الأكل فكل ده بيضر بشرتها لازم تيبقى دايما عامل حماية البشرة كويس جدا يعني معلومات مهمة أتمنى السادة المشاهدين يكون استفادوا بيها هنرجع بقى لموضوع الجهاز ديرما بلانينج وفوائد بالنسبة هو ليه وعنا عارد صورتو اللي كاتت بشوالية عاردت تعرض للصورة اللي هو بتاعة أخر صورة كانت معروضة بالنسبة للديرما بلانينج ناس كتير قوي دلوقتي لليه هو الشكل المشرت ده بيعمل إزالة لطبقة الجلد الميت اللي على سطح الجلد وكمان بيشيل هو العامل الرئيسي بتاعه بيشيل الوبر اللي على البشرة فإيه الفايدة اللي ممكن أخذها من حاجة زي كده هو بيشيل الشعر اللي على البشرة بيشيل الجلد الميت البنوتة أو السيدة لما بتعمل حاجة زي كده بتفرح قوي بالنتيجة الوقتية يعني في الوقت الحالي سريعة في وقتي بتبقى ملمس الجلد نعم جدا الشعر ما عادش فيه شعر في البشرة فلما تعمله مثلا قبل مناسبة قبل فرح أو قبل مناسبة بس بس بعد كده إلا يحصل هي دي المشكل ممكن الناس يحصل لهم تحسس ممكن الناس يحصل لها يبتدي يطلع لها بصور يعني لها ضرار وأهم ضرر لها هي زيادة كثافة الشعر يعني إحنا في الأول كويسا نعرضك كويتي لجباته السمدية ما ينفعش نشتغل بشفرة على بشرتنا طيب إحنا بنشكر حضرتك ونواطينا يا رب نكون فدنا السيدة المشاهدين إن شاء الله أنا أتمنى السيدة المشاهدين تكونوا استفادوا بالمعلومات دي واستنونا فاصل وراجعين نكمل كلامنا معكم